بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأهلا وبرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج فتاوى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا وعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هذا ويسعدنا أحبة أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الواردة على الشاشة وعبر منصات التواصل المختلفة لقناة الرحمة على أن نجيب عليها لاحقا بإذن الله عز وجل وبالنسبة لما ورد إلينا من أسئلة شائل يسأل ويقول الصبح لبست جاكت وأنا بلبس كان عليه بيقعد براز عصفورة ففركتها ففركتها وقلت لما روح الشغل هنضفها ونسيت وصلت الظهر هل الصلاة صحيحة؟ نعم الصلاة صحيحة لأن روث ما يؤكل لحمك العصافير طاهر وليس نجسان وإنما التطهير بيكون من باب أو إزالته يعني أو تنظيفه بيكون من باب النظافة فقط أما من حيث الطهارة فالجاكت طاهر وروث ما يؤكل لحمه أيضا طاهر فالصلاة صحيحة سائل يسأل ويقول ما حكم القاط القاط طبعا معلوم أنه شيء مشهور في بلاد اليمن ويضع تحت الضرس أو تحت اللسان وبيحدث نوع من الانتشاء والراجح في الأشياء التي تعطي انتشاء أنها تأخذ حكم الخمر لأن الذي يشرب الخمر يشربه أساسا لأجل النشوة ولأجل الانتشاء وتحدث له سكرة والراجح أن علة التحريم السكر مع الانتشاء فما يحدث شيء من الانتشاء في الذهن فهذا نهو نفس الحكم فيحرم فيحرم عليه أخذ القاط والله تعالى أعلم سائلة أقول أنا لطمت على وشي كتير وشدت شعري وقطعت الملابس أقول وبالله التوفيق الأصل أن الإنسان مهما يكون عنده من مشاكل لا يصل به الأمر إلى مرحلة التسخط أو يقوع في المعاصي ولطم الخدود هذا لا يجوز وعلامة على التسخط وعلامة على الجزع فالأصل أننا لا نستجيب إلى ذلك لأن مع الوقت بيصل الإنسان إلى عدم الصبر على المشاكل أو عدم الصبر على المصائب ومن يتصبر يصبره الله سبحانه وتعالى فمن فعلت ذلك عليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتندم على ما فعلت وتعزم على عدم العودة إلى مثل هذا وتفعل بعض الأعمال الصالحة قال الله سبحانه وأقم الصلاة طرفين نهاي وزلفا من الليل إن الحسنات يذهب السيئة فهذا كل ما عليك فعله أما المنتشر عندها كثير من الناس بأنها لازم يردلها دينها أو ما شابه فهذا لا أصل له طالما أنها لم تتلفظ بكلام كفري لكن هذا الفعل تحتاج معهما تقدم ذكره فقط والله تعالى أعلم سائلة تسأل في سؤال طويل جدا ما ملخصه أن عندها وساوس من ثلاث أو أربع سنوات وعيش في صراع كبير مع الوساوس إلى درجة عدم استطاعة قراءة القرآن وكذلك قراءة التشاهد سيما كلمة التوحيد بسبب وساوس شركية تأتي إليها وابتعدت عن كثير من العبادات أقول وبالله التوفيق الإنسان حينما يلتزم ويسير في طريق الطاعة لله سبحانه وتعالى الشيطان بيحاول أنه يعسر عليه طريق الطاعة فبيدخل إليه من باب الوسوسة فأحيانا يوسوس له بشبهات أو شهوات يحاول يضعفه عن ترك العبادة ما تركش العبادة يدخله من باب الوسوسة بإلقاء بعض الشبهات الشركية أحيانا أو الخوف من عدم صحة الصلاة بسبب أنه بينسى فيها أشياء أحيانا فلا دا أنت ما قرأتش كذا لا ما ركعتش لا في الطهارة ما توضتش لا ما غسلتش العدو الفلاني لا دا في الاستنجاء ما حفظتش كذا فالإنسان اللي بيستجيب للوسوسة بتزداد معه الوسوسة نقف شيئا يسيرا مع مسألة الوسوسة ونقول لأن كثير من الناس بيشتكي منها ودي طريقة من طرق الشيطان المعروفة تصعيب العبادة على الإنسان عشان يوصل للمرحلة اللي معنا دا أنه ما عادش قادر يصلي أو ما عادش قادر تصلي بقت الصلاة صعبة عليها بسبب كفرة الوسوسة أول شيء احنا بنقول وسوسة يعني من الشيطان هو يجوز أن احنا نستمع كلام الشيطان إن الشيطان لكم عدون فاتخذه عدوة فلا يجوز أن احنا نستجيب له وده باختصار علاج الوسوسة علاج الوسوسة عدم الاستجابة له ما ظنش أنها تقهرني أبدا ولا أقول قهري ولا تقهرني بإذن الله نستطيع بإذن الله نستطيع هي الفكرة إيه؟ الفكرة أن أحيانا بتكون وسوسة شركية زي الوردة في السؤال والرسول صلى الله عليه وسلم جاءه بعض الصحابة بعض الصحابة واشتكوا إليه مثل هذا صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أحدنا يجد الشيء في نفسه أو لأن يخر من السماء أحب عليه من أن يتحدث به يعني يعني لفضاعة الهاجس الذي ورد على الفكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أَوَ قَدْ وَجَدْتُمُهُ أَيْطَانْ يُرِيدُ وعارف أنه غلط وعارف أنه شرك وعارف أنه كلام غير صحيح وعارف أنه هو وسوسة فأنت لا تتحدث به فذاك صريح الإيمان فدل ذلك على أن العلاج عدم الاسترسال مع الوسوسة مع الفكر اللي فيه وسوسة عدم الاسترسال معاه أنه أنا أحاول أسترسل معاه ده معنى الشيطان شايف أنه فيه نتيجة فالوسوسة تزداد مع الإنسان كذلك في الوسوسة في الطهارة في العبادة في كذا لذلك العلماء من داب الفتوى أعطوا الموسوس حكما خاصا في مسألة الشك الأصل أن الإنسان اللي بيشك يبني على اليقين العلماء قالوا الموسوس لا يبني على اليقين أنت موسوس تبني على الأكثر خليك زي ما أنت عشان ما تستجيبش للوسوسة لأنه موسوس يعني إيه يعني الموسوس شاكك دي التانية ولا التالتة لو هو مش موسوس وشاكك مش قادر يحدد بيبني على الأقل اللي بيعتبر نفسه في التانية ويكمل بيسجد للسه لكن الموسوس يبني على الأكثر الموسوس يبني على الأكثر كما أنت ودام أنت شاكك وانت موسوس فخليك زي ما أنت لا تستجيب للوسوسة لأنه ده علاج الوسوسة لا تستجيب والصلاة صحيح ده أنت ما غسلتش العضو الفلاني هكمل والصلاة صحيح ده في الاستنجاء الجزء ده ما نضفشه لسه نجس مش شخص الأكثر من ثلاث مرات والصلاة صحيحة والطهارة صحيحة كده فأخذت الفتوى أن الصلاة صحيحة وأن العبادة صحيحة وأنه مطالب أن أنا ما استجيبش للوسواس لو نجحنا في هذه الجزئية تذهب الوسواس بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الله عز وجل تابعت ما أكثر من يعني شخص استفتان في هذه المسألة في مسألة عدم الاستجابة هذه ولما نجح فيها وحفزته عليها بفضل الله ذهب عنه الوسواس واتصلوا وقالوا لي بفضل الله الوسواس ذهب لي لأن نص الشر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أثرت دبت أحدكم فلا يقل تاعس الشيطان فإنه يتعاظم وليقل بسم الله فإنه يتصاغر هنا يعني الحديث ده بيّن أن الإنشاء لما يرجع الشيء للشيطان يتعاظم ويظل موجود ويقول آه ده هو عامل حسابي ده بيقول أنه اللي بواسوس له وده اللي تعبه فيظل موجود علشان هو يريد أن يقعد الإنسان على الخير ويقعد لك ليصدك عن الصراط المستقيم فلما يحس أنه هو جايب أسر يستمر فتستمر الوسوس لكن حين لا تتأثر بهذا وتذكر الله بسم الله بسم الله يتصاغر الشيطان لأنه خناس يخنث من ذكر الله سبحانه وتعالى وتيسر الأمور بفضل الله عز وجل فإذا محافظة على الأفكار في موقيتها ثم بعد ذلك عدم الانتباه للوسوسة وعدم فعل مقتضى ما يوسوسن به إذا نيحنا في هذا يذهب الأسر بإذن الله سبحانه وتعالى يبقى لا أتعامل مع الوسوسة خصوصا الوسوس الشركي كأن طيف الوسوس لم يأتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيب فقط كأن الفكر دي ما جاتش المشكلة اللي بتحصل مع الموسوس إيه في التفاصيل إن لما جات له طيف الفكرة قعد يتعامل معها والفكرة كفرية طب أستغفر الله طب يعد يردها يعد كأنه بيحاور لا مش مطالب بهذا أعوذ بالله وانتهت الفكرة كأنها لم تأتي على بالك لأنك لما تتجوب معها وتتعبك فكريا وتحزنك فكريا الشيطان كده شايف أنه جايب نتيجة فتستمر الوسوسوسة قال الله إنما النجوة من الشيطان ليحزن الذين آمنوا فمن ضمن مقاصده أن يدخل عليك الحزن لأن الإنسان الحزين لا يلتفت إلى ما ينفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة وبيوصل إلى الكآبة فيستحوذ عليه الشيطان فلا تتجاوب معه ولا تحزن لها وكأنها لم تأتي مطلقا أنت عادت كده فكرة النين بتتجاهل شيء الفكرة نتجاهلها مطلقا وكأنها لم تأتي ونمضي حيث نؤمر بفضل الله عز وجل تيسر الأمور يبقى ما تعدش لفظة ما تعدش آية ما تعدش كلمة وتستمر فيما أنت عليه إن شاء الله تذهب الوسواسة بإذن الله عز وجل والله تعالى عند جمع الذهب والمال المدخر بيبلغ النصاب لكن الذهب بمفرده لا يبلغ النصاب والمال بمفرده لا يبلغ النصاب كيف أخرج الزكاة؟ أقول بالله التوفيق هنا ينفرخ أحبتي بين جزئتي الجزئية الأولى إن الذهب اللي معانا ذهب زينة ولا ذهب مدخر تمام كده؟ إذا كان الذهب اللي معانا ذهب مدخر يعني بجمد فيه فلوس بحوش فيه شريع علشان وقت زنقه علشان لما يغلى أبيعه مش جايبه زينة للزوجة عشان أنها ترتديه أو الزوجة من الشريعة أو المرأة من الشريعة علشان ترتديه وتلبسه وتتزين به إنما هو لمجرد تجميد الفلوس فيه أو بيتحوش فيه أو لما يبيج وقت زنقا بيه ده المقصد الأساسي يبقى المقصد الأساسي ما هو ويش تزين وإنما الأجل هذا الزكانة هذا يبقى المال المدخر ده نوع من الممتلكات زي المال اللي عندك ففي هذه الحالة في هذه الحالة إذا كان مجموعهم يبلغ النصاب فالراجح أن تخرج تخرج الزكاة تخرج الزكاة فتحدد القيمة يوم الحول وقيمة الذهب ونضمه على سعر المال على المال المدخر معنا ونقسمه على 40 يخرج لنا مبلغ الزكاة أو 2.5 في المال هذا على الراجح فهذه المسألة طيب إذا كان المال الزهب للزينة وليس مدخرا يعني هي مش جايباتها تداخل فيه إنما ذهب الشبكة ذهب هدية بتتزين بتلبسه في المناسبات في الأفراح إلى آخره فهو لأجل الزينة فقط ففي هذه الحالة على خلاف معتبر بين أهل العلم في هذه المسألة وهذا ليس مقام الحديث عن الخلاف في هذا الوقت يعني لكن الخلاصة أن المال إذا لم يبلغ النصاب في هذه الحالة لا نخرج عليه الزكاة المال إذا لم يبلغ النصاب في هذه الحالة لا نخرج عليه الزكاة والزهب طالما أنه مش بلغ النصاب هو للزينة فأيضا الراجح أنه هو حتى لو بلغ النصاب في خلاف هل يخرج عليه أم لا والراجح معي أنه نخرج عليه مرة واحدة في العمر فقط فعلى هذا التفصيل والتأصيل فإذا كان الذهب للزينة لا تخرج زكاة وإذا كان بالاضخار تجمعهم على المال وتخرج الزكاة والله تعالى أعلم السائل يسأل ويقول ما حكم الطلاق أو سائلة تقول ما حكم الطلاق كل ما يتلفظ يقول علي الطلاق فما الحكم هل طلقت أم لا هنا أولا منتشر كثيرا عند كثير من الناس الحلف بالطلاق ويريد الحلف ولا يريد التطليق أولا هذا معصية لله سبحانه وتعالى معصية لله عز وجل أنك أردت الحلف بغير الله فلا تحلف بالتطليق فتتوب إلى الله من هذا لا تقول علي الطلاق طب أما من حكم الطلاق هل الطلاق وقع أم لم يقع هنا ننظر إلى نيته إذا كانت نيته التطليق بهذا الحلف ففي هذه الحالة يكون الطلاق وقع إذا حصل يعني مقتضى الحلف الذي حلفه وحناس فيه وإذا كان يقصد به التطليق فوقع الطلاق إذا كان لا يقصد به التطليق فعليه كفارة يمي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم إذا كان لا يستطيع يصوم سلاسة أيام فالراجح في هذه المسألة من حيث الفاتوى هو هذا التفصيل لكن أرجع وأقول إذا كان يريد الحلف تذكر قول النبي من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصوت كذلك عفوا الله سبحانه وتعالى لم يجعل العصمة في يد الرجل لأجل أن يجعل يمين الطلاق سيفاً مصلطاً على المرأة لتفعل ما يريده هو ويرغمها على أشياء لا تريدها فهذا لا يصح ولا ينبغي فالله لم يجعل الطلاق في يدك لأجل هذا ولكن هذا الزواج أمره عظيم عفوا وشأنه كبير فعلينا أن نعرف أهمية العقد الذي نحن فيه وهو عقد الزواج وأننا نتجرأ بالحلف بالطلاق على كل صغيرة وكبيرة والله تعالى أعلم السلام عليكم أنا معدتي تعبانة جامد وأخدت بالأسباب ورحت كشفت وقالولي التهبات شديدة وهتاخد وقته ودماغه وجعاني في سؤال طويل تقول فيه السائلة بأن المرض اشتد عليها ونسيتها تعبت فبتطلب الدعاء من ناحية وبتقول هل هذا التعب النفسية والاكتئاب يتنافى مع الرضا بقضاء الله وقدره أسأل الله عز وجل أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما وأقولها بالله التوفيق في هذه المسألة على كل إنسان أصيب بأي نوع من الابتلاءات أن يعلم أن ذلك لحكمة بالغة والإنسان في هذه الحياة الدنيا مختبر بالصراء طارة وبالضراء طارة بالصراء ليؤدي واجب الشكر وبالضراء ليؤدي واجب الصبر فهذا له حكمة إما أن يكون تكفير للسيئات أو رفع للدرجات والعبد كما قال رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن تكون له المنزلة عند الله لا يبلغها عمله فيرفعه الله بالبلاء العبد تكون له المنزلة عند الله لا يبلغها عمله فيرفعه الله بالبلاء فهذا عطاء من الله سبحانه وتعالى إما لتكفير السيئات وإما لرفعة الدرجات فعلى العبد أن يصبر بقضاء الله وأن يستمر في الدعاء ويعظم الرغبة ويفتقر إلى الله عز وجل ويستكثر من الأعمال الصالحة ومن الاستغفار وينظر إلى النعم التي قصر في شكرها فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى من التقصير في شكر هذه النعم ويحرص على تقوى الله ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى ويصبر ولا يستعجل فيأخذ بالأسباب الشرعية من التقوى وكثرة الدعاء والاستغفار والأسباب المادية من أخذ الأدوية وبإذن الله مع الصبر تجد الفرج مع الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى والله تعالى أعلم إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده وما كان من خطأ أو زال أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء السلام الله عليكم ورحمته وبركاته